نحتفل اليوم في مملكتنا الغالية بالذكرى الخالدة الثالثة والتسعين لليوم الذي وحد فيه المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن أهل سعود طيب الله ثراه هذه البلاد ووضعه وأسس قواعد بناء هذا الوطن بمنطلقات وتوابط أنارت لنا حاضرنا واستمرت الجهود رفعة هذا الوطن وتحقيق الأحلام والأمال والطموحات لنصل ونحقق إلى ما وصلنا إليه هذا اليوم حيث نحتفل ونحن أكثر قوة ومنعة وأشد عزما لنصل إلى يومنا الحاضر وفي خضم هذه المسيرة يشهد قطاع التعليم نهضة تعكس الاهتمام والدعم السخي الذي يلقاه هذا القطاع من قيادة رشيدة عزها الله وذلك من خلال مختلف المنجزات المحلية والعالمية وذلك بعد أن أصبحت رؤية المملكة 2030 منهجا عمليا لنهضة هذا القطاع لذا أصبح من الواجب الوفاء لعطاء هذا الوطن ولقيادته الرشيدة من خلال العمل والسعي الدؤوب إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق التطلعات والآمال المنشودة وبهذه المناسبة الغالية فإنه يشرفني بأن نجدد الولاء والعهد وأن أتقدم بالتهنيات الصادقة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله والأسرة المالكة والشعب السعودي الوفي ولكل مقيم على هذه الأرض بهذه الذكرى الغالية سألين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن نحتفل كل عام بهذه المناسبة الغالية ووطننا في تقدم ونمو وازدهار